اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن ازاي تفحص حالة cns او حالة neuro how to examine a neurological case وكنت عملت حلقتين قبل كده عن ازاي تفحص حالة abdomen ازاي تفحص حالة عندها مشكلة في البطن يعني وحلقة تانية عن ازاي تاخد history او تاريخ مرضي من العيال طبعا لازم تشوف الحلقتين عشان يسهلك الموضوع معنا شوية خصوصا ان انا هنا مش هتكلم عن التاريخ المرضي او history انا هتكلم عن examination او الفحص مباشرة وبرغم ان الفيديو طويل لكن انا هكون مختصر فيه كتير ومش كل الاختبارات عملتها والحلقة دي مخصصة للاطباء حديث التخرج ولطلبة الطب في السنوات الاخيرة وما تنسوش بقى في البداية اعملولي لايك للفيديو حضرتك في البداية لازم تكون خد تاريخ مرضي من المريض بتاعك كويس المشكلة بتاعتك يا عمل حاج بدأت من امتى طيب بتزيد ولا بتقل الاعراض المصاحبة لها ايه اللي بيزودها ايه اللي بيقللها باقي المشاكل بتاعة المخ والاعصاب وهكذا يعني تاخد تاريخ مرضي كويس من المريض بالاضافة طبعا انك تعرف اذا كان رايت هندد ولا ليفت هندد العيان بتاعك بيستخدم ايده اليمين بيكتب بيها بيأكل بيها قوته اكتر في اليمين ولا الشمات وخلونا نبدأ في موضوعنا النهاردة اللي هو الفحص وكالعادة في اي فحص في الدنيا اول حاجة تعملها انك تغسل ايديك بمية وصابون ولو مش معاك مية وصابون استخدم الكحول جل كحول يعني بعد كده عرف نفسك للمريض بتاعك قلو انا دكتور فلاني الفلاني طالب في سنة خمسة مثلا او طبيب امتياز او او الى اخره وعرفه انك هتفحصه واستأذنه وحطه في وضع مناسب واسأله عن اي قلم في اي منطقة في جسمه كده انت خدت درجات ببلاش بعد كده تعرف ان خطوات فحص cns او حالة النيورو هم 8 خطوات تعرفهم عشان ما تنساش حاجة منهم اول حاجة وهنتكلم عن كل الخطوات طبعا بعد كده هتفحص بعد كده هتفحص خوة العضلات بعد كده رد الفعل بعد كده اللي هو الاحساس بتاع الجسم بعد كده اللي هو التناسق وتناغم العضلات اثناء الحركة بعد كده اللي هي علامات التهاب السحية زي ما بيقولوا او الاغشية المغلفة للمخ يعني واخيرا فحص عام كده لباقي اجهزة الجسم وللرأس وللرقب او العمود الفقري فدول تمانية اعرفهم عشان ما تنساش منهم حاجة وخلونا نبدأ على طول بالمنتل ستيتوس لما تيجي تفحص بتاعت العيان بتاعك اول حاجة بتعلق عليها العيان بتاعك واعي ولا مش واعي لو كان مش واعي فانت هتشوف بتاعه كام هل هو مثلا تلتاشر على خمستاشر اتناشر على خمستاشر وهكذا تشوف الوعي بتاعه دركته كام وفي فيديو عن البلاسكو كومة سكيل تقدر تشوف وتعلق تقول العيان بتاعك فولي كونشوس ولا سليبي كونفيوزد العيان بتاعك تايه ولا نايم على نفسه كده ولا ايه تاني نقطة هي يعني العيان منتبه ليك ولا لا ممكن العيان يكون واعي تماما لكن غير منتبه ليك مش مديك اهتمام انت بتسأله وهو بيبص في مكان تاني وهكذا فتعلق على النقطة دي تالت نقطة هي العيان مدرك لما حوله ولا لا المكان والزمان والاشخاص معروفين طبعا هتقول له انت فين يعمل حاج هيقولك انا في المستشفى طيب النهاردة ايه في الايام يقولك مثلا الخميس كام في الشهر يقولك مثلا 11 في الشهر طيب مين ده هيقولك ابن كبير طب مين ده طب انا مين يقولك انت الدكتور وهكذا فيبقى النقطة الرابعة هي الميموري او زاكرة المريض ودي بنحكم عليها في تلات نقطة اول حاجة يعني هو بيكون زاكرة جديدة ولا لا فانت اقول له قول ورايا كلب قطة شارع مثلا فهيقول وراك يبقى كده كويس بعد كده تشوف الريسنت ميموري يعني تقول له انت كلت ايه النهاردة الصبح فيقولك انا كلت جبنة مثلا وطماطم وهكذا بعد كده ريموت ميموري الزاكرة البعيدة بقى تقول له مثلا انت الجيش بتاعك كان فين ابنك الكبير اتولد فين حفل زفافك كان فين دي زاكرة بعيدة وتشوف الزاكرة عنده انتكت ولا لا يعني سليمة ولا مش سليمة النقطة الخامسة في المينتل ستيتس هي سبيتش عند لانجوش يعني تشوف الكلام بتاعه بيتكلم بطريقة كويسة ولا لا في مشكلة عنده في الكلام واللغة فانت اصلا وانت بتاخد منه الهيستوري بتلاحظ الحاجات دي وتشوف طريقة نطقه للحروف ومخارج الحروف ونبرت صوته بتاع له طوطة كويس ولا لا وبتحكم على عدة نقاط زي مثلا يعني سرعته في الكلام بيتكلم بسرعة والجمع المترتبة وكل حاجة تمام ولا لا هو فهمك اصلا ولا لا فانت تقول له مثلا شاور على الشباك وبعدين شاور على الباب يعمل حج فيشور بصبعه يبقى هو كده فهمك يعرف يكرر وراك الكلام ولا لا فانت تقول له مثلا انا رحت المكتبة واشتريت قلم فيقول وراك يبقى يعني يعرف اسامي الاشياء ولا لا فانت مثلا تشاور له على الباب ايه ده يقول لك باب طب ده شباك وهكذا بعد كده القراءة طبعا اذا كان هو في الاساس بيعرف يقرأ فتكتب له جملة فيها امر يعني مثلا قل له اغلق عينيك وقل له اقرى دي ونفزها فيقرأ فيغمد عينه فيبقى كده بيقرأ وبيفهم اللي بيقراه كذلك الكتابة برضو لو هو في الاساس بيعرف يكتب قل له اكتب جملة مثلا من تفكيرك فيكتب اي جملة فانت بتحكم على على اللغة بتاعته وعلى وممكن تلاقي بعض الملاحظات او بعض المشاكل زي مثلا بيسفونيا عيان عنده مشكلة في اخراج الصوت تلاقي العيان عنده هورسنسوف بويس مثلا صوته مغشلة كده زي ما بنقول زي الناس لما بيبقى عندها برد تلاقيوا صوته مدبوح او مغشلة زي ما بنقول كده او في الحالات السيفيري يبقى افونيا يبقى مفيش صوت طالع اصلا لكنه بيتكلم كل حاجة طبيعية لكن مفيش صوت طالع الناس اللي عندها افونيا تلاقيه بيقولك كل حاجة تمام بس مفيش صوت طالع ودي بتيجي في حالات زي ما قلنا نزلات البرد احيانا ان الهوردسنس هوبويس يكون مع الهايبوثيروديزم او خمول الغضة الدرقية عشان ترسب الاميولويد على الفوكال كوردس يعني او لو العيان يعني عنده يونيلاترال لارينجيال نير برالسز العصب ده في مشكلة المشكلة التانية اللي ممكن تقابلك هي ديسارثريا ومن اسمها تعني مشكلة في العضلات مشكلة عضلية في الاساس عضلات المسؤولة عن النطق في عضلات الفارينيكس لارينيكس البلد حتى عضلات الوجه يعني فهي في الاساس مشكلة عضلية يعني العيان فهمك كويس والسنتر بتاعه والمخ بتاعه يقدر يتكلم كويس لكن العضلات هي اللي فيها مشكلة فتلاقي المريض بطيء في الكلام بيتلعثم عنده صعوبة في اخراج الكلمات حاجات كده زي كده او حاجة تانية اسمها ودي بتكون لما يبقى فيه مشكلة في السريبيلم العيان يبقى بيتكلم بالشكل ده المشكلة اللي بعد كده اسمها ديسفايزيا ودي مشكلة في المخ نفسه احنا قلنا ديسارثريا مشكلة في العضلات ديسفايزيا مشكلة في المخ نفسه ومنها نوعين كبار يا اما يعني العيان فهمك كويس لكن المخ مش قادر يخليه يعبر كويس بس هو فهم فبنقول عليها إكسبريسيف لما يجي عبر الإكسبريشان بتاعه مش شغال بالنسبة للكلام فتلاقيه عمال يكرر الكلمة يغلط في النح وبطيق وبيعاني في تكوين الكلمات برضو دي مشكلة في البروكس النوع الثاني هو ومن اسمه يبقى هو أصلا لم يفهمك في عنده مشكلة في الفهم من الأساس فهو بيعرف يتكلم ويكون كلمات سريعة وجمل سريعة لكن مالهاش علاقة بالسؤال والمشكلة هنا غالبا في وفي حاجة اسمها جلوبال طيب لما يبقى اللي اتنين مش شغالين كويس الفهم والتعبير كمان ومعظم مشاكل الاسبيتش أو الحديث عموما بيكون سببها طبعا يا إما ستروك مثلا جلطة في المخ أو تيومر أو تروما أي حاجة من الحاجات دي أو هيمورج طبعا حاجة من الحاجات دي ممكن تعمل المشاكل دي كلها بالنسبة للهير فانكشنز دي نقصد بيها مثلا جينرال نوليج نسأله مثلا هو مين رئيس مصر الحالي مثلا فيجاوبك وكمان جودجمنت تقول له مثلا لو لقيت فلوس وانت عارف صاحبها هتعمل فيها ايه؟ يقولك مثلا وديها لصاحبة والانتليجنس أو الزكاء بتاعه ولو ان النقطة دي كلها انت وانت بتاخد منه هستوري تقدر تحكم عليه في هذه النقاط الزكاء بتاعه والجينرال لوليج وكل حاجة بتعرفها من الهستوري أو التاريخ المرضي وانت بتتكلم معا ويبقى كده دي اول نقطة اللي هي mental status and higher functions النقطة التانية والمهمة في الفحص هي فحص cranial nerves دي اعصاب خاصة كده النيوكلس بتاعتها معظمها بيكون في الbrain stem ومعظم cranial nerves خاصين بالوجه وعضلة الوجه وبعض الحواس زي السمع الشم النظر وهكذا وطبعا هم 12 عصب لازم تكون حافظهم زي اسمك وبنكتب ارقامهم كده باللاتيني وغالبا اسم العصب يدل على وظيفته يعني مثلا olfactory ده معناه الشم وده عصب الشم optic ده طبعا مسؤول عن النظر وهكذا فمبدئيا اسماءهم تكون عارفها وحافظها زي اسمك ونبدأ فيه ازاي تختبرهم اول واحد من cranial nerves هو olfactory وده مسؤول عن الشم زي ما قلنا هتفحظه ازاي هتجيب مادة familiar للعيان العيان عارفها وفي نفس الوقت non irritating ما تكونش مهيجة قوي غالبا بنستخدم مثلا القهوة vanilia حاجة زي كده وبنخلي المريض يغمض عينيه لتنين ونقفل نحية من الانف ونجيب هذه المادة عند الناحية التانية ونقول له شامي مية عم الحاج فيقول لك مثلا قهوة نقفل الناحية التانية وهو مغمض عينيه ونحط المادة التانية عند الفتحة التانية من الانف شامي مية عم الحاج فيقول لك مثلا رنفل او vanilia مثلا يعني لو العيان بيشم روائح غريبة فدي اسمها بروسميا اما لو مش بيشم خالص فدي اسمها انوسميا زي ما بيحصل برضو في بعض حالات الكمون كولد البرد زي ما كان بيحصل في الكوفيد الكورونا وزي مثلا لو العيان عنده ولو ان دي حاجات رير شوية بعد كده رقم اتنين اللي هو وزي ما قلنا يعني مسؤول عن النظر والابصار بنفحصه ازاي بخمس اشياء اول حاجة يعني حدة النظر نشوف العيان بيشوف كويس ولا لا في حاجة اسمها سنلين تشارت ساعة بيبقى مكتوب عليها حروف احيانا كلمات بخطوط زي ما حضرتك شايف كبيرة وصغيرة وبنشوف العيان شايف لحد فين طبعا بنغم عين وبنحط التشارت ده على مسافة 35 سنتي تقريبا ونشوف العيان شايف لحد اي خط بعد كده نقفل العين دي ونفتح التانية ونختبر برضو العين الاخرى لو مش عندك التشارت ده فممكن مثلا واحد على بعد ستة متر فيعمل كاونتنج فانجر يقول له مثلا دول كام على بعد ستة متر طبعا هيغم عينه ونشوف دول كام فلو عرفهم يبقى خلاص مية مية ونقول كاونتنج فانجر اون سكس متر لو ما عرفهمش نقرب متر كمان نقرب متر لحد ما يشوفهم كويس ولو ما عرفش يعدهم على بعد نص متر نعمل حاجة اسمها هاند موشن يعني يشوفه اصلا هو شايف حركة ايدك ولا مش شايفهم وبعد كده نعمل نفس النظام على العين التانية ففيجوال اكيوتي يا اما معاك سنيلين شارت يا اما كاونتنج فانجرز النقطة التانية هي فيجوال فيلز مجال الرؤية ودي بتقعد انت اصاد المريض بتاعك على مسافة مناسبة بينك وبينه تقريبا يعني متر ونص تقريبا العين بيقفل عين وانت بتقفل العين اصاد العين المقفولة يعني عينك المفتوحة اصاد عينه المفتوحة وتيجي بصباعك طبعا زي ما احنا عارفين ونشوف من الاربع اتجاهات تقوله لما تشوف صباعي يقولي وتيجي من فوق يقولك شايف فانت بتقارن نفس الفيلد بتاعك مع المريض تيجي بعد كده من الجنب وتقوله شايف يقولك شايف طب من تحت شايف فيقولك شايف وتيجي من الناحية دي او لو هتستخدم ايدك دي يبقى تقفل نفس العين اللي هي اصاد العين المقفولة عند المريض وتيجي من الناحية دي وتقوله شايف لحد ما يقولك شايف فكده انت بتقارن الفيلد بتاعك انت بالمريض بعد كده المريض يقفل العين اللي كانت مفتوحة ويفتح التانية عشان نشتغل على الناحية التانية نفس النظام لما تشوف صابع يقول لي وعنينة في عين بعض احنا بنحكم على الفيلد اول ما تلمح صابع يقول لي يقول لك شايف 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 وطبعا الصابع لازم يكون في المنتصف المسافة بينك وبين المريض يبقى احنا كده حكمنا على بعد كده بقبق العين نشوفه رد فعله ايه للضوء بنيجي على المريض وبنوطي النور بتاع الاوضع وبعدين بنحط فاصل بين العينين عند المريض ونجيب مصدر ضوء كشاف مسلا ونيجي من الجنب ونعمل الكشاف على العين بتاعة المريض وعلى البيوبل ونشوف الري اكشن بتاع البيوبل ده المفروض ان احنا بنشوف الديريكت ريفليكس يعني العين اللي جي عليها الضوء مباشرة المفروض البيوبل بتاعها يحصل له والكونسنسور ريفليكس اللي هو العين التانية هي كمان يحصل لها كونسنسور فده اسمه لايت ريفليكس ولازم تعرف البطوي بتاعه رايح في اتنين وراجع في تلاتة دي حاجة مهمة جدا بعد ما تعمل كده وتشوف رد الفعل على الناحية اين نعمل الكشاف في الناحية التانية عشان برضو نشوف رد الفعل على الناحيتين يبقى ده اسمه بيوبلاري لايت ريفليكس او بنقول عليه لايت ريفليكس وطبعا في الريفليكس ده بيكون العين باصص على حاجة بعيدة على بعيد عشان نتجنب الكونفيرجنس او الاكوموديشن العين يبقى باصص لبعيد كمان الريفليكس التاني هو الاكوموديشن او كونفيرجنس برضو العين بيبص لصبعك وبعدين تقرب صبعك الى عشرة سنتي فالعين يحصل له ان العينين الاتنين يحصل فيها كونفيرجنس ويبصوا على هذا الصابع ويحصل كمان كونستريكشن للبيوبل برضو ده رايح في اتنين وراجع في تلاتة يبقى اي حد يسألك اللايت ريفليكس ده تقول له ايه رايح في اتنين راجع في تلاتة النقطة الرابعة اللي بنحكم بيها على الاوبتيك نيرف هي كالرز الالوان فيه طبعا تشارت برضو مخصص لكده اسمه اشهارة تشارت لكن لو مش معاك اي الوان طبعية قدامك او اي حاجة ملونة تقول له ده لونه ايه القلم ده لونه ايه الكراسة دي لونها ايه وهكذا النقطة الخامسة بقى هي فاندوسكوبي ان انت تستخدم افترموسكوب عشان تفحص قاع العين تشوف الاوبتيك ديسك هل فيه تشينج في الكالر هل فيه فينس ديلاتيشن هل فيه بابليديما وهكذا لو يعني متاح لك وبتقدر تعمله يبقى دول الخمس حاجات اللي بتحكم بيهم على الاوبتيك نيرف بعد كده هنفحص كرينيال نيرفز رقم ثلاثة واربعة وستة ليه هنفحصهم مع بعض لان هم مسؤولين عن حركة العين فنفحصهم مع بعض مرة واحدة وخلاص رقم ثلاثة اللي هو اوكيولوموتور رقم اربعة اللي هو تروكليار رقم ستة اللي هو ابدوسنت نيرف بنفحصهم ازاي اول حاجة بتلاحظ العيان بس هل عنده توزز يعني جفن العين اللي فوق نازل ده طبعا المسؤول عنه رقم ثلاثة هل العيان عنده سكوين يعني عنده حاول الى ناحية معينة وتشوف البيوبلس كده بسرعة هل هم ري اكتف راوندد ريجولر ولا لا وبعد كده تشوف نستجمس هل في رأة في العين بيقولوا عليها رأة رأة او هزة في العين ولا لا بتيجي عند العيان وتقول له بص لصبعي وبعدين وراسك زي ما هي وبعد كده بص على صبعي فالعيان بيبص بجنب على صبعك وتثبت ايدك لمدة عشرين ثانية لو في نستجمس هتكتب الكلام ده لو تلاقي عينه بدأت يحصل فيها نستجمس يعني تتهز هتكتب الكلام ده وطبعا بعد ما عملت عين نقيم العين التانية بعد كده بنقيم حركة العين تثبت رأس المريض بتاعك عشان مثلا ممكن تيجي تقول له بص على صبعي يوم عمل رأسه كده فما ينفعش فانت بتثبت رأسه بايدك وبعدين تقول له بص على صبعي وتبدأ تقول له فوق تحت هو طبعا بيبص على صبعك لجوه فلو عمل التلاتة دول كويسين فكده ده رقم تلاتة اوكيلوموتر هو المسؤول عن التلاتة حركات دول طب لبرة يبقى ابدوسنس هو ده المسؤول عن الحركة الى الخارج طب عينك اليمين دي على كتفك الشمال يبص كده على كتف الشمال الحركة دي المسؤول عنها تروكليار عملنا الكلام ده على العين اليمين وشفناها نشوف العين الشمال برضو بص الفوق تحت لجوه اوكيلوموتر لبره ابدوسنس لكتفك الثاني تروكليار ولو ما كنتش عملت لايت رفليكس واكوموديشن رفليكس تعملهم لان احنا قلنا ده رايحين في اتنين وراجعين في تلاتة وهو تلاتة ده اللي هو الاوكيلوموتر فتعملهم لو كنت ما عملتهمش في الخطوة اللي فاتت بعد كده نفحص الكرانيال نيرف رقم خمسة اللي هو تريجيمينال وده مسؤول عن معظم الاحساس اللي في الوجه ومسؤول عن عضلات المضغ والعض اللي هي موسيلس أوف مستيكيشن تمبوريليس والمسييتر موسيلس وكمان هو بيدي أفرنت باثوي للكورنيا الريفليكس الكورنيا الريفليكس هنتكلم عنه بعد شوية الأفرنت بتاعه يعني رايح في خمسة وراجع في سبعة فبتحكم عليه ازاي؟ تقول للعيان غمض عينك وهتحكم على السنسيشن الأول الإحساس بتاع الوجه العيان غمض عينه تعمل فين توتش حاجة أو بصبعك وتقول له حاسس هنا طب هنا طب هنا طب هنا طب حاسس هنا زي هنا طب هنا زي هنا زي هنا وهكذا فيقول لك اه حاسس 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 يبقى كده ده سنسوري بارت بتاع التريجيمينال طيب لما تيجي تفحص الموتور بارت بتاع التريجيمينال تقول للمريض بتاعك افتح بققك يفتح وتحس وممكن تعمل مقاومة وتقول له افتح بققك ضد المقاومة دي يفتح بققك يبقى انت بتحكم على هزي العضلات ايضا طب حرك الفك نفسه الفك يمين ضد المقاومة طب شمال وهكذا النقطة التالتة هي الكورنيا الريفليكس ما احنا قلنا بقى رايح في خمسة راجع في سبعة احفظها على طول كورنيا الريفليكس بتيجي بقطعة قطنة نظيفة طبعا وتيجي على جانب العين وتعمل ستيميوليشن او سكراتش بسيط كده للكورنيا او الكونجانكدايفا فالعيان يرمش بعنيل اتنين يحصل بلينكين برضو للديريكت اي والكونسينس والاي وزي ما عملنا هنا نعمل برضو على العين التانية يبقى ده كورنيا الريفليكس في حاجة كده اسمها جوريفليكس ده لما يكون العيان عنده بالنسبة للعصب الخامس ده فبنعمل الجوريفليكس عشان نحدد هل هو أبر موتور نيرون ولا لور موتور نيرون براليسز يعني فبنعمل الجوريفليكس ده على المنطقة دي لو هو أبر موتور نيرون ليجان بنلاقيه العيان رد الفعل بتاعه عنيف اما لو لور موتور نيرون فبنلاقي اريفليكس يا ما فيش رد فعل اصلا في الجوريفليكس وكده يبقى اختبرنا تريجيمينال نيرف بعد كده نختبر الكرينيال نيرف رقم سبعة اللي هو فيشيال نيرف وده طبعا مشهور وعليه أسئلة كتير وبنشوفه كتير في الواقع يعني والفيشيال نيرف مسؤول عن معظم عضلات الوجه الخاصة بالتعابير مصيل اوف اكسيبريشنز وبعض الوظائف الأخرى لكن المهم هي المصيل اوف اكسيبريشنز دي فانت اول حاجة بتحكم عليها بالإنسبكشن مجرد ما تبص لوجه المريض تشوف الاتنين دول التجعيد اللي هنا دي متساوية على النحيتين ولا لا تشوف النيزوليبيا الفولت برضو متساوية على النحيتين ولا لا وبتشوف العين مفتوحة على النحيتين والعيان بيرمش بشكل طبيعي على النحيتين ولا لا بعد كده بتختبر الكلام ده تقول له ارفع حواجبك لفوق فالعيان يرفع لفوق فتلاقي الرينكلينج حصل على النحيتين زي بعض او ممكن كمان تعمل ضده مقاومة تبسك كده وتقول له ارفع لفوق فيرفع غمض عني الجامد وما تخلنيش افتحهم فالعيان يغمض وتجي تفتحهم له تلاقي الاتنين مقفلين كويس زي بعض تقول للعيان ابتسم فيعمل كده فتلاقي النيزوليبيا الفولتز زي بعض وريني سنانك عشان برضو تشوف فيه اي ديفييشن ولا لا اقفل بقك وملاه هوا برضو العيان لو عنده نحية مش هيعرف يعمل كده والهوا هيخرج اقفل شفايفة الجامد وما تخلنيش افتحهم نفس النظام وهنا في الفيشال نيرف فيه نقطة مهمة العيان لو عنده يعني مشكلة من عند لحد اطراف فهنلاقي نص الوجه بالكامل في ناحية المشكلة حصل فيها يعني العيان لو عنده مشكلة في الفيشال نيرف اللي عن ناحية اليمين الريت هنلاقي البراليسيز هنا في النص كاملا فوق وتحت فهنلاقي مفيش هنا رينكلينج وفرنتيلس زي ما احنا شايفين في الصورة العين دي ما بتقفلش النيزوليبيالفولد اللي هنا اختفى ولما نجي نعمل الاختبارات كل الحاجات دي هتبقى مش شغالة زي ما بيحصل في حالات البيلس فالسي مثلا اما لو كان العيان عنده ابر موتر نيرون ليجن بالنسبة للفيشال نيرف فهنلاقي للنص الاسفل فقط من الوجه يعني العيان لو عنده مشكلة فوق مستوى النيوكلياس على الناحية اليمين هنلاقي البراليسيز بتاع الفيشال نيرف في النص اللي تحت بس على الناحية الشمالة العيان لو عنده استروك مثلا عنده مشكلة فوق شوية في المخ وجابت الفيشال نيرف معاها في الناحية اليمين فهيبقى المشكلة في النص اللي تحت فقط من الناحية الشمال وده لان في الحالة دي بيبقى النيوكلياس بتاعتهم من المخ يبقى لو لو عن ناحية اليمين هنلاقي النص اليمين كله حصل فيه لو ابر موتور نيرون ليجين على الناحية اليمين هنلاقي نص الشمال فقط من تحت هو اللي حصل فيه براليسيز بعد كده كرينيال نيرف رقم تمانية اللي هو اسمه ايه فيستيبلو كوكلر او او دوتري نيرف مسؤول عن السمع والى حد ما الاتزان فعايز تختبر السمع بتاع المريض بتاعك هتخليه يقفل ودن وتيجي عند الودن التانية وتهمس في اذنه اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه عطون او ممكن تعمل روبينج فنجرز تحك سوابعك وبعد كده وتشوفوا سمعها ولا لا وبعد كده هتقفل دي وتعمل نفس الموضوع على المحلة التانية دي الطريقة السمبل البسيطة عايز الموضوع بتفاصيل اكتر يبقى هتجيب شوكرا منانا تونينج فورك بتردد 512 مثلا لازم يبقى التردد بتاعها عالي السمع بنستخدم في شوكرا منانا ترددها عالي 512 مثلا اما الفيبريشان سينس لما نيجي نتكلم عنه بعد كده الاحساس بتاع الاهتزاز بنستخدم شوكرا منانا بتردد قليل 128 خلينا هنا في السمع هنجيب شوكرا منانا وبنعمل 3 اختبارات اول واحد اسمه رينس تست تجيب الشوكرا منانا وتخبطها على ايدك وتحطها على مستويد بروسس بتاعة المريض الناحية اليمين مثلا فيقولك سامع تقوله لما يختفي الصوت قولي فيقولك اختفى فتشيلها وتحطها عند ودنه عشان تشوف الـ Air Conduction فيقولك اه انا سمعت من جديد ويبقى العيان ده كده طبيعي اما لو جي هنا وقالك مش سامع يبقى العيان ده عنده Conductive Hearing Loss اما لو عنده Sensory Neural Hearing Loss في الحالتين هيبقى السامع قليل النقطة التانية هي Webers Test ودي بنعملها ازاي برضو منجيب الشوكرا رنانا وبعدين نخبطها على ادينا ونحطها في منتصف الفورهيد بتاع المريض ونشوفه السامع على الناحيتين كويس ولا لا يقولك انا سامع وسامع هنا زي ايه هنا خلاص لو العيان عنده Conductive Hearing Loss على ناحية هنلاقيه سامع فيها اكتر من الناحية التانية اما لو عنده Sensory Neural Hearing Loss يبقى هيسمع في السليمة اكتر من المصابة الاختبار الثالث اسمه شوية باخ تست وده بنقارن المريض بالدكتور برضو نجيب الشوكرا رنانا ونخبط نحطها على المستويد بروسس بتاعة المريض لحد الصوت ما يختفي اول ما يختفي نجيب الشوكرا رنانا بنفس الخطة بتاعتها ونحطها على ودنا احنا ودنا الدكتور يعني عشان نشوف فيه صوت ولا فعلا الصوت مختفي فلو كان الصوت مختفي يبقى خلاص زينا زي المريض طبعا مفروض ان الطبيب سمع بتاعه كويس فيبقى كده المريض كويس اما لو الدكتور سمع فيبقى كده فيه مشكلة عند المريض وعنده Hearing Loss يبقى دي الطرق اللي بنحكم بيها على السمع بالنسبة للمريض طيب الاتزان الجزء الخاص بالاتزان اللي هو Vestibular Part فده بنحكم عليه بتست اسمه Romberg Test طبعا هو مش ده بس الواحده المسؤول عن الاتزان طبعا سريبيل لم كمان وحاجات تانية لكن من ضمنها Vestibular Part فالعيان ده بنخليه يقف ويضم رجليه ونشوف التمايل بتاعه اولا وهو مفتح عينيه بعد كده بنخليه غمض عينيه ونشوف الاتزان بتاعه وطبعا لو احنا شكين في العيان او حتى من غير ما تشك امن المريض يعني حط ايديك وراه ادامه عشان لو عنده مشكلة وهيقع ولو المريض بتاعنا عنده مشكلة فعلا في Vestibular Part فهنلاقيه بيقع او بيميل ناحية المشكلة يعني لو عنده مشكلة في اليمين دايما هتلاقيه بيميل او عايز يقع ناحية اليمين اما لو كان مثلا مريض عنده بريفرالنروباتي التهاب الاعصاب الترافية ده بيميل في اي اتجاه اما لو مشكلة في رقم تمانية فهنلاقيه بيميل دايما ناحية الناحية المصابة بعد كده رقم تسعة وعشرة هنفحصهم مع بعض برضو ليه مع بعض عشان هما الفحص اللي احنا هنعمله هما الاتنين مسؤولين عنه يعني مثلا رقم تسعة جلوسو فرينجيال مسؤول عن فرينجيال ماسلز وسنسيشن بتاع بستيرور ثيرد افزت عنك بس يعني احنا ممكن نهمل شوية هذا الجزء وبالنسبة لرقم عشرة اسمه فيجاس نيرو فده برضو مسؤول عن فرينجيال ماسلز بلاتو جلوسس ماسل ولارينكس والفيجاس ليه طبعا بعض الوظائف الاخرى زي مثلا انه بيغزي اجزاء كبيرة من الجهاز الهضمي كمان ليه دور في الباراسمبساتيك انيروشن اوف ده هارت للقلب يعني وغيرها من الوظائف فانت هتحكم ازاي بقى على رقم تسعة ورقم عشرة اول حاجة تسمع صوت المريض لان احنا قلنا هم مسؤولين عن الفرينجيال ماسلز وعلى اللارينكس وهكذا فنسمع صوت المريض هل فيه هورسنسوفويس يعني العيان صوته مدبوح كواليتيوفويس وهكذا لو في مشاكل فيهم العيان صوته كله هيبقى مختلف كمان تقول العيان افتح بقك وقول اه وتبص انت على الصوفت بلات وعلى الفرينكس وتشوف حركتهم هو بيقول اه والمفروض الصوفت بلات يرفع بشكل متساوي على الناحيتين بالنسبة لليوفيولا حتة الجلدة اللي هي بتبقى مدلدلة نحية تحت دي فبعض القراء بتقول ما نهتمش بيها قوي لان في بعض الاشخاص الطبيعيين ممكن اليوفيولا تروح على اي ناحية ويكون الشخص طبيعي ما عندهوش مشكلة فانت بتبص اهم حاجة على الصوفت بلات وعلى الفرينكس فبنعمل حاجة اسمها جاج ريفليكس الجاج كلنا عارفين ان احنا نحط خافض لسان ونلمس مثلا الفرينكس الول من ورا ونشوف العيان بيجاج زي ما يكون عايز يرجع كده ولا لا فلو في جاج بسيط كده فده طبيعي لو اكساجيريتد العيان حصل له جاج كبير وهيرجع وكده فيبقى كده في ابر موتور نيرون ليجان اما لو كان الجاج ريفليكس ده ابسنت فيبقى لور موتور نيرون ليجان بعد كده كرينل نيرف رقم 11 اللي هو اكسيسوري وده يعتبر مش كرينل نيرف قوي لكن عموما هو من ضمنهم وهو مسؤول عن حركة ستيرنو مستويد مصل وعن معظم اجزاء ترابيزيس مصل فده لما نيجي نختبره بنقول للعيان ارفع كتافك الاتنين لفوق وبعدين نعمل ضد مقاومة نضغط عليه ونقول لرفع ضد مقاومة لو عدوا مشكلة في احدهما برضو هيبقى في مشكلة مش هيعرف يرفع الكتف المصاب كمان اللي ستيرنو مستويد نحكم عليها ازاي نيجي تحت دقن العيان ونقول له نزل راسك كلها لتحت ضد مقاومة ضد مقاومة ايدك كده يبقى احنا بنحكم على الاتنين مع بعض عايش تشوف واحدة واحدة اقول له زقق ايه دي كده يبقى انت بتحكم على دي كده يبقى انت بتحكم على الناحية التانية لان العضلات دي بنقول عليها عضلة زقاقة يعني هي اما يزقق كده يبقى دي اللي شغالة نعمل كده يبقى دي اللي شغالة واخيرا كرين النيرف رقم 12 اللي هو اسمه هايبو جلوسل وده مسؤول عن معظم عضلات اللسان هنيجي نختبره ازاي بنقول للعيان طلع لسانك فالعيان بيطلع لسانه في النص كويس يبقى ما فيش مشكلة اما لو في مشكلة في بيونيلاترال باراليسز فاللسان هيروح نحية البراليسز يعني لو انا عندي باراليسز في الناحية الشمال ويجي يطلع لسانه اللسان هيروح نحية الشمال وكمان ممكن تعمل ضد مقاومة يعني تحط يدك وتقول له زقق يدي باللسان من جوه من داخل الخد يعني والناحية التالية ويبقى كده فحصنا النقطة التانية اللي هي كرينيال نيرفز دلوقتي نيجي للنقطة التالتة اللي هي موتور سيستم العضلات بقى وقوتها وهكذا اول حاجة بتبص على عضلات المريض تشوف المسل استيت عاملة ايه تشوف هل فيه اي بلج فيه ماس هل فيه يعني مثلا لو ايد الشعر بتاعها كله واقع فيها قرح مثلا يعني هل فيه اي اسيماتري يعني عضلات في ناحية اكبر من ناحية او لا وكمان تشوف هل فيه اي اب نورمال موفمينس ولا لا فيه حركات لا ايرادية مع المريض ولا لا يعني مثلا المريض مع ايده عملة تتريعش ولما جيه امسك كوباية الشاي ايده اتعدلت ما بقيتش تتريعش باركنسونيزم مثلا هل فيه اي فاسيكيوليشنز يعني حركات تحت الجلد العضلة تحت الجلد شايفها بتتريعش وممكن تعمل لها تعمل لها تابنج كده شان تعمل لها اصارة يعني هل فيه مثلا كوريا العيان بيعمل حركات سيمي بربس فول يعني زي كنت بيبص الواحد كده وترجع حركات زي بتاعة الكوريا ولا لا هل العيان عنده استريكزز يعني ما يمد يده يعمل كده زي في الليفرس الفيلير تلاقي استريكزز مثلا هل العيان عنده سيجرز عنده تشنجات يعني اي موفمينت غير طبيعية تلاحظها وتدونها النقطة التانية هي تون تشوف التون بتاع العضلات تون معناها طبعا ان العضلات بتاعت جسمنا الانسان الحي بيبقى فيها بشكل مستمر انكباط جزئي وده اللي بيحافظ على وضع جسمنا اللي قاعد قاعد واللي واقف واقف وهكذا فتشوف التون اولا بتقول للمريض سيب نفسك خالص عشان انت هتشوف الباسف موفمينتز وتمسك ايديه وتهزهم وتشوف التون بتاعتهم طبيعية ولا لا طبعا مثلا لو عيان عنده جلطة في ناحية فهتلاقي التون فيها يا اما منخفض جدا يا اما زيادة جدا لو ابر موتور نيرون ليجان هتلاقي الناحية اللي فيها الجلطة التون بتاعها زي ما يكون مخشب كمان تفرد ايديه وتفرد رجليه وتتنيهم وتشوف التون برضو العيان لو عنده ابر موتور نيرون ليجان في ناحية عنده جلطة فمسلا ممكن تلاقي كلاسب نايف ريزيستانس او ريجيديتي العيان دي كتشد رجله مثلا تلاقي في الاول مقاومة وبعدين يفك ويتبدأ مقاومة تانية فدي بنقول عليها كلاسب نايف ريجيديتي وفي العموم العيان لو عنده هايبوتونيا فدي غالبا لور موتور نيرون ليجان اما لو كانت هايبرتونيا فدي بتبقى في حالات الابر موتور نيرون ليجان النقطة الثالثة هي الباور تشوف قوة العضلات بتاعة المريض فالأول بيعمل المريض الحركات بدون مقاومة مثلا هتفحص الزراع اليمين الأول مثلا أول الاتنين مع بعض يمين وشمال وتقارن وهكذا وتبقى عارف كل عضلة مسؤولة عن الحركة دي والنيرف سابلاي بتاعها فتقول المريض مثلا اتني سوابعك افردهم ابعدوا مع البعض ضمهم كافي ايدك بحاله اتني افرده بعد كده مفصل الكوع اتني افرده بعد كده الزراع نفعه الفوق نزله لتحت طب ابعده عن جسمك طب ضمه لجسمك كل حاجة من دي تكون عارف العضلات بتاعتها والنيرف سابلاي بتاعها وتقارن الناحية اليمين بالناحية الشمال بعد كده تيجي على رجليه وتقوله برضه صوابع رجلك لتحت لفوق كف رجلك لتحت لفوق رجبتك اتنيها افردها بعد كده رجلك ككل عشان تشوف مفصل الفغز ارفع رجلك لفوق نزل رجلك كلها لتحت طب ابعد رجلك عن جسمك طب ضم رجلك كده الاول بدون مقاومة بعد كده هنعمل كل هذه الحركات ضد مقاومة وفي ملحوظة لما تيجي تعمل تست لعضلات معينة ثبت باقي المفاصل يعني مثلا انت هتفحص الاصابع دي الاصابع يبقى ثبت رز بتاع المريض الرست فانت هتمسك ايده كده وبعدين هتبقى ايدك التانية طبعا فريد فهتقول له بقى ايه اتني سوابعك طب افردهم طب ابعدهم عن بعض طب ضمهم طب اعمل حلقات وما تخلينيش افتحها تيجي بعد كده عشان تختبر الرست فانت تثبت الكوع اتني كاف ايدك افرد كاف ايدك بعد كده تيجي تختبر الكوع فهتثبت الشولدر اتني دراعك افرد دراعك تيجي بعد كده على الشولدر ضد مقاومة برضه ارفع دراعك لفوق نزل دراعك لتحت ابعده عن جسمك ضمه لجسمك وبعد كده تعمل الزراع الاخر وتقارنهم ببعض بعد كده هتيجي نفس النظام على تيجي برضه على صوابع رجليه وتثبت الكعب صوابع رجلك لتحت صوابع رجلك لفوق بعد كده تثبت رجل المريض وتقول له برضه وش رجلك كله لتحت وش رجلك لفوق ضد مقاومة طبعا بعد كده تيجي تشوف الرجبة فبرضه تقول له ايه اتني رجبتك وانت ضد مقاومة طب افرد رجبتك تيجي على الفغز عشان تختبر الهب ارفع رجلك كله لفوق طب لتحت طب ابعدهم عن بعض طيب ضمهم لبعض وطبع عملنا في الناحية اليومين يبقى نعمل في ناحية الشمال. ونقارن ونشوف هل في اي مشكلة ولا لا. والمفروض ان القوة العضلة ليها درجة من صفر لخمسة. الدرجة زيرو يعني مفيش حركة خالص. يمين شمال مفيش حركة. الدرجة الاولى ان العيان في عنده شوية. ان العضلة تنقبض تحسها كده ان هي بتنقبض لما تقول له مثلا ارفع ايدك تلاقي العضلة تنقبض بس مفيش اي حركة. الدرجة تانية في حركة بالفعل. ما يعرفش يرفع ايده ضد الجاذبية الارضية. ممكن ينزلها لكن ما يعرفش يرفعها. الدرجة التالتة يقدر يرفعها ضد الجاذبية لكن ما يعرفش ضد مقاومة. لو اول ما تحط ايدك كده وتتكه شوية ما يعرفش. الدرجة الرابعة يقدر يرفعها ضد مقاومة بسيطة. يعني ما تقومه شوية كده يعمل. لكن لو التكيت جامد ما يقدرش. الدرجة الخامسة اللي هي الفول باور او الفول يعني يقدر تتكى جمد يرفع ايدك خالص لفوق فدي الدرجة الخامسة. ويبقى كده اختبرنا بالانسبكشن اولا ثم تون ثم الطبعا العيال لو عنده في ناحية فهتيجي تفحص الناحية اللي فيها هيمي بليجيا هتلاقي التون زي ما قلنا لو كان ابر موتر نيرون هتلاقي التون في وهتلاقي مفيش تقول له رفع رجلك ما بيرفعش اتني اعمل هتلاقي الناحية دي ما فيهاش. لو العيان عنده برابليجيا الاطراف السفلية هي اللي فيها شلل فهتلاقي الحركة فوق شغالة كويس لكن تحت مفيش حركة وهكزا. ويبقى كده اتكلمنا عن مينتل ستيتس كرينيال نيرفز موتر سيستم. ودلوقتي نتكلم عن العنصر الرابع اللي هو رفليكس او رد الفعل. دول تلات انواع من الرفليكسات هنتكلم عنهم. النوع الاولاني مش مهم اوي اللي هو معناها رد الفعل بتاع الاطفال اللي لسه مولودين. احنا عارفين ان الاطفال اللي لسه مولودة مثلا فيه رد فعل اسمه ساكينج رفليكس. اما تيجي تحط صبعك كده عند بقه يمص صبعك يرضع صبعك. فيه مثلا روتينج رفليكس. اما تيجي بايدك عند خده بس كده يميل راسه نحنية ايدك. وهكزا بعض الرفليكسات خاصة بحديث الولادة المفروض بتختفي طبعا في البالغين. لكن لو لقيتها موجودة في بعض البالغين فدي حاجة مرضية. ممكن العيان يكون عنده ديمينشيا مثلا جنون. في بعض حالات ممكن تكون موجودة. بعض حالات الباركنسونيزم. بعد هزي الرفليكسات ممكن تكون موجودة. فدي اول نقطة. النقطة التانية هي اللي هي الرفليكسات او ردود الفعل السطحية. زي مين مثلا كورنيا الرفليكس ما احنا قلناها تيجي بحطة قطنة على كورنيا كده من الجنب العينين لاتنين ترمش. طب انت فاكر بقى رايح في كم وراجع في كم? رايح في خمسة وراجع في سبعة. في حاجة كمان اسمها من ضمن اللي هو تيجي تعمل كده بيدك او بمفتاح مثلا على الابدومن بيحصل فيها للمسلز. ودي الاعصاب الخاصة بيها من اول تي ستة لحد تي اتناشر. ومستوى الامبليكس عند تي تين. يعني لو جيت عند الامبليكس وجيت تعمل فوق تلاقي مفيش اي رد فعل يبقى اعرف ان المشكلة فوق مستوى تي تين. لو تحت الامبليكس يبقى المشكلة تحت التي تين. لو عين مثلا نوخي التروما في فممكن نعرف مكانها من هذا الرفليكسات. فبتيجي بالمفتاح وتعمل كده تلي العيان بطنه بتنكمش كده 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 لحد تحت. فيبقى كده الابدومن شغالة كويس. كمان من ضمن حاجة اسمها وده ببساطة بنيجي عند ونعمل او برضو بمفتاح او حاجة نلاقي على نفس الناحية حصل فيه طبعا في الزكور نلاقي الخصية على نفس الناحية اترفعت لفوق. ده اسمه والاعصاب المسؤولة عنه الواحد واتنين. اما اشهر هو بلانتر رفليكس طبعا كلنا عارفينه بلانتر رفليكس. بنيجي على رجل العيان من تحت باطن قدمه ونيجي بمفتاح مثلا ونرسم خط كده من ناحية الخارج وينزل تحت الصوابع كده. فالطبيعي في البالغين برضو ان يحصل حاجة اسمها بلانتر فليكشن. العيان صوابعه وصابع رجله كبير يحصل فيهم فليكشن. ده طبيعي. او ممكن. ما تلاقيش رد فعل كده واضح قدامك. ممكن يكون طبيعي. اما لو لقيت دورسي فليكشن. لقيت الصابع الكبير عمل دورسي فليكشن مع والاصابع التانية برضو بعدت عن بعضها. فيبقى كده عندنا مشكلة. ابر موتور نيرون ليجن. وفي الحالة دي بنقون عليها بوزيتف بابنسكي ساين. بوزيتف. وما فيش حاجة اسمها نيجاتف بابنسكي ساين. يعني لو العيان عمل بلانتر فليكشن او فليكشن يعني. نقول عليه نيجاتف بابنسكي. لا. هو المعروف او الصح ان احنا بنقول بوزيتف بابنسكي لو فيه دورسي فليكشن. اما لو كان بلانتر فليكشن او فليكشن عادي يعني بنقول عليه نورمال بلانتر ريفليكس. لكن في بعض الاراء او بعض الناس مجازا كده بتقول عليه نيجاتف بابنسكي. لكن في الاساس كلمة بابنسكي معناها دورسي فليكشن. فبابنسكي معناها دورسي فليكشن. تعتبر فقط يعني. والبلانتر الفليكس المسؤول عنه اس واحد واثنين. يبقى كده اتكلمنا عن بريميتيف رفليكسز. سوبر فيشل رفليكسز. بعد كده ديب تندون رفليكسز. اللي هو هنيجي على البيسيبس مثلا. ونيجي على التندون بتاعها. نحط صبعنا. ونخبط عشان نشوف رد الفعل على العضلة. بنبص على العضلة. ونشوف بتاعها. فالمفروض انك تلاقي بسيط. لو فده معناها ابر موتور نيرون ليجن. لو فده معناها لور موتور نيرون ليجن. وطبعا بتقارن الناحيتين. كمان في بتقارن الناحيتين طبعا. البايسيبس. النيرفز بتاعتها سي خمسة وستة. بعد كده تشوف البريكيو رادياليز. تيجي على التندون بتاعها وتغبط وتشوف بتاعها. والنيرف المسؤول عنها سي خمسة وستة برضو. بعد كده تريسيبس. تيجي برضو على التندون بتاعها. وتغبط عليه مباشرة. والقلبه تقريبا في زاوية حوالي تسعين درجة. وتشوف بتاعها. والنيرفز المسؤول عنها هي سي ستة وسبعة. فانت لو جيت في والريفليكسات دي طبعية تمام. اما لو لقيت هايبر ريفليكسية. بعيان بتيجي تغبط فيه ريفليكسية جامدة. ففي الحالة دي ندور على باثولوجيكال ريفليكسز اند كلونس. باثولوجيكال ريفليكسز زي مين? زي فينجر فيليكشن ريفليكس. المريض سوابعه كده بتحط سوابعك عليه وتغبط على سوابعك يحصل فيليكشن. زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. فيليكشن لاصابع المريض فده ابنورمل. اما لو جينا على الناحية التانية السليمة وعملنا مش هيحصل فيليكشن زي ما احنا شايفين برضو. فده ابنورمل او باثولوجيكال ريفليكس. وكمان تشوف طبعا تعمل بعد كده فتشوف برضو زي ما احنا شايفين في الفيديو. فالباثولوجيكال ريفليكسز والكلونس بنشوفهم لو لقينا من الاساس في الريفليكسات زي البايسبس والترايسبس اللي اللي تكلمنا وطبعا احنا عملنا ناحية يبقى نعمل الناحية التانية ونقارن ونشوف. بعد كده نيجي لأطراف السفلية بقى. فنيجي على برضو نيجي على ونخلي ندعمها عشان ما تقعش نسندها كده بادينا. وعننا على العضلة. مش بنبص على حركة الرجل من تحت لا بنبص على العضلات. ونغبط ونشوف برضو الطبيعي ان يبقى فيه بسيط لو هيبر ريفليكزية بيبقى غالبا فيه مشكلة ابر موتور نيرون. لو هيبر ريفليكزية بيقى فيه مشكلة مثلا لور موتور نيرون. النير ريفليكس المسؤول عنه الاتنين وتلاتة واربعة. بعد كده الانكل ريفليكس بنفتح مفصل الفاغز ده حوالي خمسة واربعين درجة ونتني الربة شوية حوالي تسعين درجة. ونعمل شوية على عشان نخبط على اللي هو وبرضو بنشوف عنا على العضلة نفس النظام. المفروض يبقى فيه بسيط لو زيادة هيبر ريفليكزية ممكن يبقى عبر موتور نيرون ليجن. لو ارفليكزية او ممكن يبقى موتور نيرون ليجن. والعصاب المسؤولة عنه اس واحد واثنين. وطالما لقينا هيبر ريفليكزية في يبقى ندور على ايه باثولوجيكال ريفليكزز برضو. طيب ايه هي الباثولوجيكال ريفليكزز هنا? في حاجة اسمها الاداكتور ريفليكس. الاداكتورز بتوع الهب دول نعمل سيمي فليكشن للني مع كده ونخبط على التندن بتاع الاداكتورز دول. فبرضو هنلاقي فيه اما الكلونس ففي حاجة اسمها باتيلر كلونس. برضو لو العيان عنده مسلا ابر موتور نيرون ليجن. نجي نعمل باتيلر كلونس ده نلاقيه موجود. سادن ساستين ستريتش للتندن. نجي على الباتيلة كده ونقوم زقينها لتحت ونغضل زقين لتحت. نلاقي فيه كلونس. كمان فيه انكل كلونس. بنخلي الني الرجبة تسعين درجة. وبعدين نمسك القدم نعمل لها لانتر فليكشن الاول. وبعدين دورس فليكشن سريع. هنلاقي الكلونس. في كل الريفليكزات العادية اللي احنا اتكلمنا عنها. البيسيبس ترايسيبس. الني والانكل ريفليكس. لو لاحظت ان مفيش ريفليكس او مفيش استجابة كويسة. ممكن نعمل حاجة اسمها ري انفورسمنت. نخلي العيان يجز على سنانه ويشبك اده ويعمل كده. الموضوع ده بيعمل ري انفورسمنت. يعني يظهر الريفليكس او يوضحه اكتر. وكده يبقى اتكلمنا عن النقطة الرابعة اللي هي ريفليكسز. بريمتف ريفليكسز. سوبرفيشيال ريفليكسز. ديب تندون ريفليكسز. ويبقى الحد دلوقتي اتكلمنا عن اربع عناصر. مينتال ستيتس. كرينيال نيرفز. موتور سيستم. ريفليكسز. اما النقطة الخامسة هي سنسيشن. الاحاسيس بتاعة المريض. احساس. في حاجة اسمها ننان كورتيكال سنسيشن. نقصت بيها الفاين توتش. اللي مثلا عني ده. البين. الالم. احساس الاهتزاز. او كورتيكال سنسيشن. ونقصت بيه مثلا. سنس اف جوينت بوزيشن. اتس بيس. يعني احساس المريض بوضع عضلاته في الفراغ. والحركة بتاعتها. ستيريوجينيسز. يعني نحط له الم في ايده ويعرفه او مفتاح وهكذا. هنتكلم عنهم. ففيه نن كورتيكال سنسيشن. وكورتيكال سنسيشن. نن كورتيكال سنسيشن. هنبدأ بيه. ونبدأ اول حاجة باللايت توتش او فاين توتش. لمس بسيط العادي. بنخلي المريض يغمد عينيه طبعا. ونيجي بقطعة كتن بسيطة او بصبعك. وتلمس لمس بسيط بدون ما تعمل سكراتش. بدون ما تحرك ايدك. لمس فقط. والعيان بيغمد عينه. حاسس هنا. طب هنا هنا هنا. والاطراف كمان. وتحت والجزع وكل حتة في جسم العيان. طيب حاسس هنا زي هنا. طب هنا زي هنا. طب هنا زي هنا. والعيان مغمد طبعا. طب حاسس هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا. في نفس الناحية. وهكذا. طبعا العيان لو عنده فبنبدأ من الاطراف الى الداخل عشان نعرف لحد فين. يعني بنيجي على ايده يقول له حاسس هنا مثلا يقول لك لا مش حاسس. حاسس هنا مش حاسس. مش حاسس. مش حاسس. لما تحس قولي. حاسس. يقول لك انا حاسس. فلعن عارفنا لحد هنا. معارفين في البريفلون روبتي بيبقى فيه افكشن في السنسيشن في حاجة اسمعه منطقة الكفازات والشرابات او الجوارد يعني. مثلا لو عيان عنده هيميبليجيا. فالسنسيشن ممكن يكون قليل على نص جسمه. تيجي تقول له مثلا هنا زي هنا. يقول لك لا حاسس هنا اكتر. يبقى بيحس في النحية السليمة اكتر من الناحية. وفيها هيميبريسيس. بعد كده احساس الالم. وده بنستخدم في دبوس مخصص لكده او شوكة يعني مخصصة لكده. مش بتجرح الجلد. يعني مش بنعمله بسرنجة مسلا فيجرح الجلد او بدبوس حاد يجرح الجلد. لا. ممكن مسلا خافض لسان مكسور مسلا. حاجة ما تجرحش الجلد. وبرضه نفس الموضوع نخلي العيان يغمى تانيه ونبدأ نشوف عنده حاسس هنا زي هنا هنا زي هنا هنا زي هنا. طب فوق زي تحت وهكزا. ونفس النظام لو انت شاك او شايف ان العيان عنده نبدأ من الاطراف عشان نشوف الليفل بتاعه لحد فين. وكل منطقة في الجسم المفهول تبقى عارف الاعصاب بتاعتها ايه? يعني مسلا لو عملنا هنا كده يبقى نقصد ايه? طب هنا طب هنا يعني تبقى عارف كده معظم الاعصاب. بعد كده نيجي على احساس الاهتزاز. بتجيب شكر رنانة. وقلنا ترددها كان بقى مية تمانية وعشرين. وتخبطها على ايدك. وبعد كده بتخلي العيان برضه يغمض عنيه. وتبدأ برضه بالشكر رنانة. وتسبت على المناطق العزمية البارزة. عشان العيان يحس بهذا الاهتزاز. ونبدأ من الاطراف الاول. نقول له مثلا حاسس كده فيقول لك اه حاسس. طيب لما الاحساس ده يختفي قولي. فلما يختفي هيقول لك وتشوفه اختفى بعد كم ثانية. وممكن تقارن نفسك بهذا المريض عشان تشوفه نفس المدة ولا لا. ولو لقيت ان الاحساس هنا مش موجود عند المريض. يبقى تقرب اكتر من جزع المريض. عشان تشوف برضه تحد فين. وطبعا عملنا الناحية الشمال. يبقى نعمل الناحية اليمين. وكذلك الاطراف السفلية بنبدأ من الاطراف. من عند الصابع الكبير البوني ايريا بتاعته. البرومنانس بتاعته. ونشوفه حاسس ولا لا. وبعد كده ننتقل الى المناطق الاقرب من جسم المريض. برضو المريض لو عنده مثلا ممكن ما يحسش في المنطقة اللي قلنا عليها اللي هي منطقة الجوانتي والشراب. العيال لو عنده هيميبلاجيا ممكن ما يحسش على الناحية اللي فيها هيميبلاجيا. يبقى دي اشهر اللي بنختبرها في نون كورتيكال سنسيشن. اما كورتيكال سنسيشن بنختبر فيها كزا نقطة. زي ما قلنا سينس اوف جوين بوزيشن. ان سبيس ان موفمينت. بنيجي على العيان ونيجي على صابعه الكبير وهو مفتح عينيه الاول ونقول له بصي عامل حج انا همسك صبعك اوه. كده لفوق. كده لتحت. كده بيتحرك. كده سابت. عشان يفهم امتى يقول لفوق وامتى يقولي تحت. بعد كده بنخلي العيان يغمض عنيه وبامسك صبعه. اقول له مثلا كده فين? فهشوفه ويقول فوق. يبقى تمام. طب كده تحت. طب بيتحرك ولا سابت? يقولك سابت. قل له طب لما يتحرك قولي. وبعدين تبدأ تحرك فيقولك يبقى كده تمام. وبعد كده على الناحية التانية. كل حاجة في النيورو بنقارن الناحيتين ببعض. كزلك الوضع في الاطراف العلوية برضو نمسك صبعه بنعرفه. وطبعا ما نخليش عضلة تانية تتحرك او حاجة تانية ترشد العيان للحركة. يعني ما جيش اجي عمل كده احرك دي كلها. فالعيان يعرف من هنا. لا انا بحرك الجزء الوحيد اللي انا عايز اختبه. النقطة التانية في هي حاجة اسمها اللي هو التعرف على الاشياء. العيان يغمض عينه. قول له افتح ايدك. وحط له عملة معدنية مثلا. قول له ايه اللي في ايدك? يقول لك اه جنيه مثلا. طيب حط له في الايد التانية مفتاح. يقول لك اه ده مفتاح. هنا قلم يبقى خلاص. النقطة التالتة في حاجة اسمها اللي هو العيان يعرف النمط اللي ترسم على ايده. قول له غمض عينك تعمله كده يقول لك واحد. لو بيعرف يقرأ يعني او عمود. تقول له مثلا كده يقول لك خمسة. او كحكة لو هو مش عارف يقرأ انت عملت دايرة. وما تكتبش حاجات معقدة ما تقولوش مثلا تلاتة. لا يعني واحد خمسة حاجات سهلة شرطة بالعرض وهكذا. النقطة الرابعة في حاجة اسمها تكتايل. يعني العيان بيعرف مكان اللمسة وهل هي لمسة واحدة ولا اتنين ولا لا. العيان الاول بيعرفها ازاي بيغمض عينيه وتقول له انا لمستك فين? فيشور بييده وقول لك لمست هنا. لمست فين? هنا وهو مغمض عينيه طبعا. فدي بنجيب برجل لسنين مخصص لكده. بنضم السنين على بعض والعيان مغمض عينه. ونيجي هنا ونشكه. حاجة بسيطة يعني. تقول له حسيت نقطة واحدة ولا اتنين? يقول لك حسيت نقطة واحدة. تفتح البرجل سنة صغيرة وتشكه او يعني تلمسه. يقول لك حسيت نقطة واحدة برضو. تفتح كمان سنة لحد ما يقول لك انا حسيت نقطتين. فتشوفه حسي نقطتين. والمسافة بين السنين كام ملي. وطبيعي ان في الاطراف اليدين بالذات انه هو يحسهم على مسافة ديقة شوية. لكن كل ما يبعد تلاقيه محتاج توسع البرجل عشان يحس نقطتين. لان الاعصاب في اليدين والفاين توتش. والاعصاب كتير في اليدين نظرا لاستخدامهم. اما الترانج والجسم مش مهمة اوي احساس الفاين للدرجة دي يعني. فيا اما بنستخدم برجل ونبدأ نفتحه واحدة بواحدة. يا اما فيه كرس كده موجود في سن واحد وسنين مسافة قريبة. بعد كده مسافة اكتر مسافة اكتر مسافة اكتر مسافة اكتر وهكذا. فنبدأ نشك برضه وبعد كده نفتح او ننقل على الاوسع واحدة بواحدة. ويبقى كده دي النقطة الخامسة اللي هي. كلمنا فيها على وعلى الكورتيكال سنسيشن. يبقى كده اتكلمنا من بداية الفيديو لحد دلوقتي عن. مينتال ستيتس. كرينيال نيرفز. موتور سيستم. ريفليكسز. سنسيشن. النقطة السادسة اللي هنكلم عنها كوردنيشن. ودي معناها تناغم وتناصق الحركة. مش القوة. العيان ممكن تبقى قوة العضلات سليمة. لكن التناغم والتناصق مش موجود. ومعظم الاسباب بتكون في السيربيلم. المخيخ هي المسؤولة بشكل كبير عن كوردنيشن. طيب هنحكم عنها ازاي? اول حاجة مجرد ان العيان قاعد وسابت في قاعدته على طرف السرير. فدي حاجة كويس اول حاجة دي بنحكم عليها. لو عنده مشكلة في السيربيلم هتلاقي عمال يتمايل وممكن يقع. الاختبار التاني اسمه خلي العيان يعمل بالسبعين دول بسرعة. فده اختبار لو عنده مشكلة هتلاقيه ما بيعملش كويس وبطيء وممكن يعمل كده بس النقطة التالتة تخلي العيان بباطن رجله ويعمل على الارض بسرعة برضو او على ايه دك بسرعة وتشوف برضو لو عنده مشكلة مش هيقدر يعمل التست ده. الاختبار الرابع وده مشهور بقى يجيب كعب رجله اليمين مثلا على بتاع الرجل الشمال ويمشيها عليها. وكذلك الناحية التانية. كل اختبار بنعمله طبعا في الناحيتين. عملت اليمين يبقى يعمل الشمال. النقطة الخامسة او الاختبار الخامس هو فنجر تونوز تست. العيان قاعد قدامك يتقول له حط في صبعك على صبعي بعد كده من على صبعي حطه على الانف بتاعك انت. كل شوية بتبدأ تغير له المكان صبعك فهو يعمل على صبعي. وهكذا. فدي كلها ايه? الاختبار السادس حاجة اسمها ريزمك تاب. تعمل العيان ريزمه معين يعمل زيه. يعمل زيه ما يعرفش لو عنده مشكلة مش هيعرف يعمل الرزم زي اللي انت عملت. النقطة السابعة بيباوند فنومنا. خلي العيان يغمد عينيه ومدي ايديك في نفس الوضع. فتتتكى عليه. فتسيب ايده لو هو طبيعي هيطلع في نفس الليفل بالزبط. اما لو عنده مشكلة ممكن تجي تعمل كده ليه? عمل لورا خالص. النقطة التامنة او الاختبار التامن. خلي المريض يقلب ايده ويفردها على ايده بسرعة. كدر المستطاع طبعا. كده. لو عنده مشكلة حاجة اسمها ديستايادو كوكينزيا مش هيعرف يعمل هذه الحركة. النقطة التاسعة هي الكلام زي ما قلنا لو في مشكلة في السيربيلم ممكن العيان يبقى معها سكانينج سبيتش او ستاكاتو سبيتش. النقطة العشرة هي رومبرجز تيست وتكلمنا عنه اللي هو العيان بيقف ويدوم رجليه على بعض ويغمد عينيه ونشوفه يتميل ويقع ولا لأ. برضو لو في مشكلة في السيربيلم العيان ده ممكن يقع وطبعا بتأمنه. النقطة الحداشر هي جيت او مشية المريض. ودي في ناس بتفحصها في البداية خالص عند مثلا وفي ناس بتفحصها هنا عند المهم سواء هنا او هنا فانت هتفحصها. تخلي المريض يقوم يقف ويمشي قدامك وتشوف المشية بتاعته وتشوف بعد الخطوة عن التانية مسافة الخطوة بعد رجليه عن بعض والتناغم في المشية وتشوف هو بيحرك ايديه كمان. لو مشي طبيعي وكله تمام تعمل حاجة اسمها يمشي اللي هو كعبه قدام صبعه. عشان برضو ده لو في مشكلة مسلا في السيربيلم الاختبار ده ممكن يظهرها. بعد كده ممكن تخلي العيان يمشي على تراطيف صوابعه وممكن تخليه يمشي على كعبه. فمسلا العيان لو عنده مشكلة في السيربيلم ممكن تلاقي عنده حاجة اسمها فيها العيان بيوسع دايرة المشي بتاعه عشان يعمل توازن يعني رجليه بيبعدهم عن بعض كده عشان يوزن نفسه في المشي. الخطوات مختلفة خطوة طويلة وخطوة سيارة. وكمان الوقت بتاعها مختلف يعني خطوة سريعة خطوة تانية بطيئة. اما لو واحد عنده ففي حاجة اسمها تلاقي العيان عنده رجله مفروضة جامد بيتنهاش. فعشان كده ما ييجي يمشي بيوسعها. وتلاقي والقلب وفليكسد. والريست برضو فليكسد. والاصابع. وفي ماشية تانية اسمها ممكن نراقيها في المرضى اللي عندهم الخطوات بتاعته بتبقى قصيرة والحركة بطيئة. وممكن تحس انه بيلخبط رجليه مش بيمشي. والزراعين في الوقت ده مش بتتحرك بشكل طبيعي. في كمان ستيبتج جيت او سلابينج جيت. العيان اللي عنده بريفرال نوروباتي. تلاقيه بيرزع في الارض او بيخبط في الارض. وفي غيرها وغيرها طبعا حاجة مثلا سيزورينج جيت اللي عاملة زي المقص. تلاقي العيان ركبتينه لازقين في بعض جدا اثناء المشي. ولدرجة كمان انه ممكن ييجو قدام بعض اثناء المشي. بنقول عليها سيزورينج جيت. ممكن في بعض حالات مع سريبرا البولسي مثلا. ووضلينج جيت وغيرها وغيرها. فانت لو لقيت اي جيت مش طبعية تذكرها. ويبقى كده اتكلمنا عن النقطة السادسة اللي هي. يبقى قول معاي. النقطة السابعة في الاختبارات هي مينجيال ساينز. نشوف العيان عنده مينجيال اريتيشن. ساينز اف مينجيال اريتيشن ولا لا? ودي ببساطة تشوف العيان بيتني راسه ويفرده بشكل كويس ولا في ريجيديتي. انت ممكن تعملها باسف يعني انت اللي تمسك راسه تتنيها القدام تخليه يدقنه تتمس صدره او ترجعها الورا. وتخليه يعملها اكتف هو اللي يعملها بنفسه. وهنا في علامة مهمة اسمها بروتوزونسكي ساين. تيجي تعمل للعيان كده تتني راسه القدام عشان دقنه تلمس صدره تلاقيه تنى الرجبتين بتوعه. فدي علامة اسمها بروتوزونسكي ساين. ودي دليل على كذلك النيكي ستيفنس اصلا والريجيديتي. كمان فيه تست او علامة اسمها كيرنيكس ساين. ودي عبارة عن العيان نايم سباين. بتيجي على الهب وتعملها تسعين درجة. وبعدين تيجي تفرد الني العيان يحس بقلم يخليك ما تكملش فرد الني. او ممكن كمان يتني الرجبة التانية هي كمان. فدي اسمها كيرنيكس ساين. وفي حلقة عن المنينجايتس اصلا بتقدر تشوفها. هسيب لك الرابط بتاعها تحت. يبقى كده تكلمنا عن النقطة السابعة اللي هي النقطة التامنة هي تبص بسرعة كده على الرأس. هل فيه اي ماس? هل فيه فراكشور? هل فيه دبريست فراكشور? هل فيه مشكلة في النك? تبص على من ورا هل فيه اي بلج? اي مشكلة اي سكار? كمان تبص على باقي الاجهزة الاخرى بشكل سريع. يعني تسمع سدر المريض. تسمع قلبه. طبعا هتشوف بتاعته. تشوف الجلد بتاع المريض عموما وهكذا. يبقى كده دول هم تمن نقاط لفحص حالة نيورو. مينتر ستيتس كرينيال نيرفز موتور سيستم رفليكسز سينسوري سيستم كوردنيشن مينينجيل ساينز هيدان دنيك اند كويك اذر سيستم ريفيو. بس كده. وفي النهاية بقى احب اشكركم. ما تنساش اشترك في القناة. وعمل لايك وشير. شكرا لاحظة لكم.